اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية التهاب البوق الحاد التهاب البوق الحاد هو نوع من العدوى التي تصيب البوقين الرحميين ويقوم البوقان بنقل البيوض من المبيضين الى الرحم يعد التهاب البوق الحاد احد اكثر اسباب عقم النساء شيوعا وقد تجتمل المعالجة على تناول المضادات الحيوية او على الجراحة في بعض الحالات يساعد هذا البرنامج على تكوين فهم افضل لالتهاب البوق الحاد واسبابه وهو يتحدث عن الجهاز الانجابي الانثوي كما يتناول البرنامج اعراض التهاب البوق الحاد ومضاعفاته ومعالجته الجهاز الانجابي الانثوي يتكون الجهاز الإنجابي الأنثوي من أعضاء موجودة في منطقة الحوض وتوجد هذه الأعضاء بين المثانة والمستقيم يتكون الجهاز الإنجابي الأنثوي من المبيضين البوقين الرحم عنق الرحم المهبل يقوم المبيضان بإطلاق البيض وينقل البوقان هذه البيض من المبيضين إلى الرحم يسمى الجزء الأسفل من الرحم باسم عنق الرحم وعنق الرحم هو الممر المؤدي إلى المهبل ينفتح المهبل على الوسط الخارجي وتوجد فتحة المهبل بين الإحليل والمستقيم والإحليل هو فتحة خروج البول من الجسم وأما المستقيم فهو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة يحدث التهاب البوق الحاد عندما يصاب البوقان بالعدوى أو الالتهاب ويحدث ذلك بسبب إصابة بكتيرية عادة عند إصابة البوق بالعدوى فمن الممكن أن يتجمع فيه مقدار كبير من السائل أو من القيح وهذا ما قد يؤدي إلى نذبة وأذية دائمتين في البوق يمكن أن يؤدي الضرر الذي يصيب البوق إلى العقم وهذا يعني أن المرأة تصبح غير قادرة على الحمل بشكل طبيعي يعد التهاب البوق الحاد أحد أكثر أسباب العقم شيوعا عند النساء وهذا ما يحدث عندما يصبح البوقان مستودين بسبب الالتهاب والتندم من الممكن أن يؤدي التهاب البوق الحاد إلى عدوى في أجزاء أخرى من منطقة الحوض كالمبيضين والرحم مثلا يدعى التهاب البوق الحاد عادة باسم الداء الالتهابي الحوضي ولكن هذا ليس صحيحا على الدوام إن تعبير الداء الالتهابي الحوضي يمكن أن يعني وجود عدوى في أجزاء كثيرة من الجهاز الإنجابي الأنثوي لكن التهاب البوق الحاد لا يشتمل دائما على إصابة أجزاء أخرى من الجهاز الإنجابي من الممكن أيضا أن يؤدي التهاب البوق الحاد إلى مشكلات شديدة في حال عدم معالجته ومن هذه المشكلات ألم حوضي مزمن أو مستمر حمل منتبذ أو خارج الرحم أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الأعراض لا يعرف كثير من النساء عن إصابتهن بالتهاب البوق الحاد وذلك بسبب عدم ظهور أي أعراض في حال ظهور الأعراض فمن الممكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة ويكون العرض الأكثر شيوحا هو وجود ألم في البطن وأسفل الظهر تجتمل الأعراض الأخرى لالتهاب البوق الحاد على ما يلي الحمى رائحة كريهة أو مفرزات مهبلية غزيرة كثرة التبول من الممكن أيضا أن يسبب التهاب البوق الحاد ما يلي غثيان أو تقيؤ ألم خلال الجماع طمث مؤلم أو غير منتظم من الممكن أن يبدأ التهاب البوق الحاد على نحو مفاجئ وقد يسبب ألم شديدا وحمى وهذا ما يحدث غالبا إذا كان التهاب البوق الحاد ناتجا عن عدوى تدعى السيلان الأسباب يحدث التهاب البوق الحاد في جميع الحالات تقريبا بسبب عدوى بكتيرية ومن الممكن أن تصاب المرأة بالتهاب البوق الحاد إذا دخلت البكتيريا إلى أعضاء منطقة الحوض تستطيع البكتيريا الدخول إلى جسم المرأة عن طريق المهبل وهذا ما قد يؤدي إلى إصابة الأعضاء بالعدوى وقد يسبب أضرارا شديدة في هذه الأعضاء هناك أنواع كثيرة مختلفة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب البوق الحاد لكن هذا الالتهاب يحدث في معظم الحالات بسبب السيلان أو مكروب المتدثرة أي الكلاميديا السيلان والكلاميديا نوعان من العدوى المنقولة جنسيا ومن الممكن أن يصاب المرأة بأحد هذه الأمراض بسبب الاتصال الجنسي مع شخص آخر مصاب من الممكن أن يستغرق تطور حالة التهاب البوق الحاد فترة تتراوح من بضعة أيام إلى بضعة أشهر وقد تحتاج العدوى إلى بعض الوقت حتى تنتقل من المهبل صعودا إلى البوقين من الممكن أن تصاب المرأة بالتهاب البوق الحاد من غير إصابتها بمرض منقول جنسيا وذلك لأن البكتيريا التي توجد في الرحم وعنق الرحم عادة يمكن أن تسبب التهاب البوق الحاد في بعض الأحيان أيضا ولا يعرف أحد سبب حدوث ذلك بشكل مؤكد التشخيص على المرأة أن تستشير مقدم الرعاية الصحية فورا إذا ظنت أنها يمكن أن تكون مصابة بالتهاب البوق الحاد يجري مقدم الرعاية الصحية في هذه الحالة فحصا جسديا ويتضمن هذا الفحص إجراء الفحص الحوضي والفحص الحوضي هو تفقد حالة الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض بحثا عن أي علامة تشير إلى المرض خلال الفحص الحوضي يمكن أن يتحرى مقدم الرعاية الصحية عن مفرزات غير طبيعية من المهبل أو عنق الرحم كتل قرب المبيضين والبوقين ألم أو إيلام في أعضائي الحوض كما يقوم مقدم الرعاية الصحية أيضا بفحص المريضة بحثا عن العدوى المنقول جنسيا ومن الممكن فحص عينة بولية من أجل استبعاد احتمال عدوى السبيل البولي كما يمكن فحص البول أيضا للتأكد من عدم وجود حمل من الممكن أن يكون التصوير بالأمواج فوق الصوتية مفيدا في اكتشاف التهابي البوق الحاد ويستخدم هذا التصوير أمواجا صوتية من أجل تكوين صور لمنطقة الحوض وهو قادر على إظهار التغيرات في أعضائي الحوض من الممكن أيضا أن يجري تشخيص التهاب البوق الحاد باستخدام تنظير البطن وفي هذه الحالة يجري إدخال أمبوب صغير مضاء عبر شق في البطن ويسمح هذا الأمبوب برؤية أعضائي الحوض إذا جرى تشخيص إصابة المريض بالتهاب البوق الحاد فإن عليها إخبار زوجها حتى يخضع للفحص أيضا لأن العدوى غالبا ما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومن الممكن أن تنتقل البكتيريا إلى الزوج من غير أن تسببها أعراضا يكون شفاء العدوى التي تسبب التهاب البوق الحاد أمرا ممكنا عادة وذلك باستخدام المضادات الحيوية حيث إن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا يخضع معظم المرضى للمعالجة بنوعين على الأقل من المضادات الحيوية في وقت واحد ومقدم الرعاية الصحية هو الذي يقرر العلاج الأفضل بالنسبة للمريضة إن على المريضة أن تتناول كامل كمية الدواء التي يصفها لها مقدم الرعاية الصحية وعليها أن تواصل تناول الدواء حتى إذا شعرت بذوال الأعراض فهذا يساعد على التأكد من ذوال العدوى ويجب أن تراجع المريضة مقدم الرعاية الصحية بعد يومين أو ثلاثة أيام من بدء تناول الدواء فالعرض من ذلك هو التأكد من فعالية المضادات الحيوية من الممكن أن يقترح مقدم الرعاية الصحية أن تذهب المريضة لتلقي العلاج من أجل التهاب البوق الحاد في المستشفى وذلك إذا كانت حبلة مريضة جدا لا تستجيب للأدوية أو لا تستطيع ابتلاع أقراص الدواء وجود خراج أو تقرح في البوق أو المبيض قد تكون المريضة في حاجة إلى عملية جراحية إذا ظلت الأعراض موجودة لديها بعد المعالجة وقد تكون المشكلات الناتجة عن التهاب البوق الحاد مشكلات صعبة لكنها يمكن أن تتحسنه بعد الجراحة من المستفعد أن يكون إصلاح الضرر الذي يصيب أعضاء منطقة الحوض قبل بدء تناول العلاج أمر ممكنا ورغم ذلك فلا يجوز التخلي عن المعالجة أبدا وذلك لأن التخلي عن المعالجة قد يؤدي إلى عدم القدرة على الإنجاب فإذا ظنت المرأة أنها يمكن أن تكون مصابة بالتهاب البوق الحاد فإن عليها استشارة مقدم الرعاية الصحية فورا حتى تقل المرأة نفسها من الإصابة بالتهاب البوق الحاد مرة أخرى فإن عليها الامتناع عن ممارسة الجنس مع زوجها حتى تتم معالجته إخبار زوجها بوجوب خضوعه للمعالجة حتى إذا لم تظهر لديه أي أعراض الوقاية هناك عوامل خطورة كثيرة يمكن أن تجعل المرأة أكثر تعرضا لاحتمال الإصابة بالتهاب البوق الحاد ولكن المرأة ولله الحمد تستطيع أن تفعل الكثير لتقليل الخطورة ووقاية نفسها من هذا المرض تستطيع المرأة تقليل خطورة إصابتها بالتهاب البوق الحاد عن طريق استخدام الزوج للواقع الذكري خلال ممارسة الجنس أو عن طريق الامتناع عن الممارسة الجنسية مع زوجها حتى تتم معالجته إن هذا يمكن أن يساعد أيضا على الوقاية من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا فالإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا تؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالتهاب البوق الحاد على مرأة أن تتجنب غسل المهبل عن طريق الدش أي الوابل المائي والدش المائي هو طريقة من طرق غسل المهبل لكن تيار الماء يمكن أن يدفع البكتيريا إلى داخل منطقة الحوض مما قد يسبب العدوى كما يمكن أن يؤدي الدش المائي إلى إخفاء علامات العدوى أيضا إن استخدام اللولب الرحمي IUD لمنع الحمل يؤدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب البوق ولذلك يجب أن تخضع المرأة للفحص والمعالجة من أي عدوى قبل تركيب اللولب فذلك يساعد على تقليل خطر إصابتها بالتهاب البوق الحاد إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة التهاب البوق الحاد هو نوع من العدوى التي تصيب البوقين يقوم البوقان بنخل البيض من المبيضين إلى الرحم ويحدث التهاب البوق الحاد بسبب عدوى بكتيرية في جميع الحالات تقريبا عندما يصاب البوق بالعدوى أو الالتهاب فمن الممكن أن يتجمع فيه مقدار كبير من السوائل أو من القيح وهذا ما يمكن أن يسبب نذبة دائمة وأذية دائمة في البوق إن الأذية التي تصيب البوق يمكن أن تسبب العقم ومعنى هذا أن المرأة تصبح غير قادرة على الحمل بشكل طبيعي ويعد التهاب البوق الحاد أحد أكثر أسباب عقم النسائي شيوعا تستطيع المرأة تقليل خطورة إصابتها بالتهاب البوق الحاد عن طريق استخدام زوجها للواق الذكري عند ممارسة الجنس أو عن طريق الامتناء عن الممارسة الجنسية مع زوجها حتى تتم معالجته وهذا يمكن أن يساعد أيضا على الوقاية من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا فالإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا تؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالتهاب البوق الحاد من الممكن شفاء التهاب البوق الحاد باستخدام أدوية تدعى باسم المضادات الحيوية وهذه الأدوية تقتل البكتيريا وتجري معالجة معظم المريضات باستخدام نوعين على الأقل من المضادات الحيوية في الوقت نفسه ويحدد مقدم الرعاية الصحية طريقة المعالجة الأفضل لكل مريضة شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين